السلام عليكم أحباتي الكرام أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة المميزة من هذه القرصة المميزة كلمة بيك كلمتنا لهذا اليوم خليني نتعلمها في أمثلة وأهم المرادفات فقط في دقيقتين أما الآن اضغط على عجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس كلمة بيك لديها مجموعة من المعاني تأتي بمعنى خبزة أو تأتي بمعنى تحميص أو حمصة بيك بيك المثال الأول على كلمة بيك يخبزون الخبز والكعك براد خبز وكيك الكعك يخبزون الخبز والكعك الخاص بهم المثال الثاني تخبز في فرن معتدل لحوالي خمسة وأربعين دقيقة بيك in moderate oven معتدل moderate oven فرن معتدل for about مرت علينا سابقا في هذا الكورس اللي هي حوالي about 45 minutes بيك in a moderate oven for about 45 minutes كرر معي هذه العبارة خمس مرات حتى تطقنها وجميع العبارات واكتبها في كراسك أيضا إذن فلنقرأها bake in a moderate oven for about 45 minutes أهم مرادفات كلمة بيك roast roast تحميز toast and cook يطبخ جيد الآن ضع كلمة بيك في جملة استخدم كلمة بيك في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو شكرا لكم على المتابعة انتظرونا في الحلقة القادمة مع كلمة جديدة ومهمة أيضا ألا وهي كلمة breath 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 سوف نشرحها بالتفصيل انتظرونا في الحلقة القادمة شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم